مشاكل اجتماعية ومهنية عديدة دفعت عشرات عمال مؤسسة الصناعات الإلكترونية بسد بالعباس إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل متهمين الإدارة بخرق اتفاق تحسين أوضاعهم المبرمي سابقا نحن نقول لنا الأساس أن العمل يجيب له الكيت ويخدم ومين يوصلش للأبجيكتيف أخويا حسب على الأبجيكتيف سعوة أنه الكيت مكيش وتحسب على الحاجة الأفسري هذا ماش قبلنا تجميدهم للنشاط بوحدة إنتاج أجهزة التلفاز جاء بعدما لم تجد مطالبهم آذانا ساغية من قبل مسؤولي المؤسسة نعمل 30 عاما في المؤسسة نريد أن نرى شعجاني 2 مليون ما قدش نخرج هنا ندر المعيشة اللي رانا فيها البطاطر هادي ميل لكيلو المصروف غالي ما قدش نخرج بـ 2 مليون الجميع أبدأ اصرارا على مواصلة الإضراب إلى حين تجسيد الإدارة لجميع الوعود المتفاق عليها أمام هذا الوضع رفض المدير العام للمؤسسة الإدلاء بأي تصريح لعدم حصوله على ترخيص من طرف إدارة المجمع وتبقى مثل هذه الحركات الاحتجاجية تهدد مستقبل المؤسسة في ظل المنافسة القوية التي تشكلها المؤسسات الخاصة